بسم الله الرحمن الرحيم طلابنا العزاء اهلا ومرحبا بكم في شابتة 4 بارد 14 تنشن لاب سبلايس هنا بنتكلم على التنشن لاب سبلايس والكلام ده اكوردنج تول اي سي اي الفقرة 12.15 بنتكلم على الطول بتاع اللاب سبلايس اللي هي المسافة اللي حيحصل فيها اللي هي المسافة المشتركة بين السخين اللي حيحصل لهم عملية سبلايس فبنقول لو انا عندي الاريا ستيل بروفايد على الاريا ستيل ريكويرد عندي تو كيسيز لو النسبة دي ات اكبر من او يساوي اتنين او اقل من اتنين الحاجة التانية اللي بنتكلم عليها البرسنتج بتاعة الاريا ستيل سبلايس هل هي اقل من او يساوي خمسين في الحالة ديت بنسمي الكلاس اللي احنا شغالينا عليها دي كلاس ايه يبقى اللاب ريكويرد او المسافة اللي حيحصل عليها هي عبارة عن ال دي والكلام دوت بيبقى مرغوب فيه الحالة التانية البرسنتج بتاعة الستيل اللي هي حصل لها عملية سبلايس اللي هي اكبر من خمسين بمعنى ايه انا عندي ستة اسياخ يبقى حصل اربع لهم عملية سبلايسنج يعني اكبر من خمسين في المية يبقى في الحالة دي بنسميها اكلاس بي يبقى الطول المطلوب لعملية السبلايسنج او الاوفرلاب بيساوي وان بوينت سري ال دي والكلام دوت بيبقى مرغوب لو انا هشغل على الكيس التانية اللي هي الاريا ستيل بروفايد على الاريا ستيل ريكويرد اقل من تو في حالتين الحالة الاولانية البرسنتج بتاعة الستيل اللي حصل لها عملية سبلايسنج اقل من او يساوي خمسين يعني انا هشغل على كلاس بي يبقى الطول اللي هيحصل عليه الاوفرلابينج او الال سبلايسنج واحد وثلاثة من عشرة الال دي اللي هو الديفيلوبينج لينز والكلام ده مقبول الكيس التانية لو البرسنتج بتاعة الستيل اللي حصل لها عملية سبلايسنج اكبر من خمسين في المية في الحالة دي يبقى دية كلاس بي يبقى الطول اللي هيحصل عليه الاوفرلابينج واحد وثلاثة من عشرة الال دي الحالة دية غير مرغوب فيها اللاحز هنا ان الاريا ستيل ريكويرد اللي هي اللي احنا حسبناها علشان نقاوم العزوم اللي دي اللي هو الديفيلوب منت لينز عملية السبلايسنج اللاب سبلايسنج شوت بي بلايسنج انا ويه فروم ريجونز اف هايت ان سايل استرس اعمل استرسز بتاعتك توزيحها اللي هي دي بنده على البندنج مومنت يعني السكشن ده دي بندنج البندنج مومنت عالي يبقى السترس اللي عليه عالية ما اعملش هنا عملية السبلايس ما لا اعملها فين؟ اعملها في مكان البندنج مومنت قليل وبالتالي السترسز بتبقى قليلة ترجمة نانسي قنقر